القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم مجددا قبل انتلاق هذا الشوط الثاني من مباراة النادي الأفريقي والهلال السوداني نصف أول من المباراة تنتهي على نتيجة التعادل دون أهداف أنيس العياري أكيد عندك بتحكي على الشوط الأول ذوي الشوط أول رينا من لاعبين نادي الأفريقي كل خدمة منظومة دفاعية كاملة من الاربع الموجودين قدام زوز وسط ميدان دفاعي وخاصة الاربع الموجودين حقيقة النادي الأفريقي ينضيبات تكتيكي كبير برشا لكن كان بإمكان نادي الأفريقي أنه طلع البلوك فتعرفش كيف المنافس ما هوش المنافس اللي لنا في راتس نادي الأفريقي ليه كاباب ليمشي القدام يسجل هدف في خليه مرتاح أكثر ونستنعوا تغييرات خاصة من شهاب الليلي هجومي يعنيش خطر عند الدوزة طول يوم الخفيفي والذوادي قادر أنه يصنع بها من الفارق لهنا كيفاش بشي تعامل شهاب الليلي وشنية تغييراته ونعرفه ده ما هيش حكر أنه قوله شوط ثاني شوط المدربين لكن بإمكان لمسا نتع سيشي هاب أنه غير برشا بمنه قاعدين الروافل اللي للسوداني موش الفريق اللي يخوف النادي الأفريقي موش في نهار كبير لكن النادي الأفريقي يزمو يجرأ عليه ويطلع البلوك أكثر لما لا يسجل هدف يخليه مرتاح برشا خمسة وعبعين دقيقة بامتياز بالنسبة لينا تكتيكين النادي الأفريقي وما شفناش في نفس الوقت هلال سوداني خطير هذا تغيير تغيير يأتي من جانب النادي الأفريقي سند الخميسي يدخل للميذان هذا التغيير الثاني أول كان افترالي يخرج موشيلي تغيير أول كان افترالي يخرج ويسان بن يحيب بعد تعرضه الإصابة وتعويضه بأيوب مشارك ثم سند الخميسي يخذ مكان إبراهيم موشيلي هو قراءة سريعة في تشكيلتي الفريقين وانتلاق الشوط الثاني من هذه المباراة سيف الدين الشرثي حمز العقل بعلي العبدي بلال العيفة أحمد خليل ويسان بن يحيب يخرج وعوضه أيوب مشارك تم هذه العملية لسالحا لأن الافريقي سين الشميخي عذر بهي العملية الافريقي يدخل بقوة مع انتلاق هذا الشوط الثاني مؤشرات ليقلنا عنها قلنا لازم ندي الافريقي طالع البلوك أكثر ليكا بابل بشيجعو خاصة كرة الثاني نعرف غازي العيدي وقوته في التصويب غازي العيدي في المباراة تلاخيرها قاعد يعطي في إضافة خاصة وقت الهيجيب من تالي ندي الافريقي هذه مؤشرات تاعة ممكن ثواني أو لليلين متع الشوط الثاني تأكد انه ندي الافريقي رأى انه ندي الاسوداني مهوش في أفضل حالاته يليكا بابل يسجلوا لكن ان شاء الله يتواصل لذغط هذا وبالذغط تولد أخطاء والأخطاء نعرف وتسجل أهداف ان شاء الله ذلك يصير ركنية منوب الحداد ينفذ بهيال تلقى أمال الثاني ما زال الضغط متواصل على دفاع الهلال للسوداني ترجع القولة من سنة الخميسي اللي خداه مكان إبراهيم موشيلي مع انتلاق هذا الشوط الثاني من المباراة ان شاء الله اللقاء التأهل للافريقي للدور القادم يعني تأهل ان شاء الله لدور المجموعات من جانب الافريقي رغم موجود هذه الجميلة الغفيرة والغفيرة جدا اللي تحضر في مباراة الافريقي والهلال للسوداني تشكيلة الهلال للسوداني في هذه المباراة حرص المرمى جمال السالم عبدالله محمد أحمد مبكر جراه محمد موسى داي ساموال مرغني إمانويل شكو ثالث عبدالله مأمون نصر الدين أحمد بومبو إدريس بومبو عبداللطيف سيد عثمان ودينيز سيلفاي ودين هذا لقاء حكم من البولندي باسيفيك نداي هاوي نيمانا ويساعدوها الحكم المساعد الأول هو جون كلود بيرو موشاهو وغوستاف باقوما هو الحكم المساعد الثاني لما جانب اللاعبين الأحتياطيين الليل السوداني قاعدين يقوموا بالحركات التسخينية يذول شكيب عشرين ولا خمسة وعشرين دقيقة لولنين مهمين برشا في المباراة عليش على خطر نعرف الليل السوداني مطالب أنه يمشي القدام ندي الإفريقي نقطة قوة متاعه والنقاط القوة في المباراة الأخيرة هي الهجمة المضادة نعرف في الأول وهدف الثاني بشي نجم يتعدى هذي معتا بشي نستنوها من الهجم السوداني لكن ندي الإفريقي ليه كاببل علاش في الهجمة المعاكسة وهذه نقطة قوة ندي الإفريقي خاصة في مباراة مهمة كمنا كين شانا نستغلوا كورة ولا اثنين نسجلوا من هدف دخلينا نعديوا المباراة معتا كومي الفو وذي معتا مطالب أنه على كورة ينجم يسجلوا لما لا هدف يخليهم مرتاح يبقى هذه العملية حذاري لكن مرت السلامات على دفاع الأفريقي شاء الله تمر العشرين تقيل أول تمر اللباس أكيد الأفريقي بشيكون خطيرة نيس بدخول بلال خفيف ربما وهذا الرأي الفني يبقى لكلتي توزيعها رأسية وفوق مرمى الحارس سيف الدين الشرفي للملاثين وثلاثين إن شاء الله في كأس ربيط الأبطال في نسختها من 16 مرة على التواري وإعادة كان عادة إعادة ثلاث مرات من جانب المخرج السوداني لكل حتى نصف عملية لهذا الفريق مقابل ولا إعادة للإفريقي مش مهم الإعادة المهم راح بورقة التأهل من السودان ونتحدى هذا الفريق على الميدان مش خارج الميدان في وسط الميدان تمشي تدريجيا تخرج من ثلاث عبدالله مأمون التغتية شاهدت كانت من حمزة العقربي رجعت الكرة بمخالفة تتواصل العملية بشي صفر أكيد مخالفة ثانية للهلال السوداني أربع دقائق على انتلاق الشرط الثاني كانت من ياسين الشماخي رجعت الكرة من دفاع النادي الإفريقي في وسط الميدان يرجع الهلال السوداني للضغط على الدفاع الإفريقي لكن إن شاء الله ما يصير الهدف وإن شاء الله تكون وقفة صحيحة بتاع المدافعين تماماً إعادة الحلول المنعد ما شاكيب لكن هذا منتظر مع أنت الضغط اللي بشي والده منذ وقحكينا العشرين دقيقة متاع الشوط الثاني بشي يمشي للهلال السوداني أكثر وقعدين نراه في اللعب الرواق اليمين ورواق اليسار المنعدة المدافعين هاي فكرة عن الجماهير نعم تفضل الأذر الأذر اللي قاعدين يسندوا عندها قاعدين يمشيوا لكن حب نثني على الدور الدفاع اللي قاعد يقوم به من نوبي الحديد وأيوب مشارك حقيقة طل الأمانة مباراة تكتيكية ممتازة برشا لكن الفريقي اللي يكبابل علاش اليوم ما ما يخوش النيسياتيف اللي يكبابل يسجل عنده الإمكانية لكل أمام من نفس نوعاً ما من ناحية دفاعية مراش المنفس اللي نوعاً ما عنده دفاع كبير برشا اللي كان إن شاء الله يخذوا الجرأة الملعبية ويخذوا أكثر ثقة في رواحهم على خاطر كيمقوتك على كورة النجم ونقطة المباراة ومزلت بشتراء ضغط من اليل السوداني اليل السوداني قاعد يعمل على الظاهير ليمين وظاهير ليسار مع لعبي الأروق لكن ما لقاش المساحات بما أنه الجوار دي كل وار ليمين وليسار من ناحية دفاعية قاعدين يقوموا في دور كبير من ناحية دفاعية شكراً لي كان يسترجع الكورة لصالح الهلال السوداني واحد اثنين والتغطية من علي اللاعب تتواصل العملية لصالح الهلال السوداني لمسا قصير غاسل عيادي غاسل عيادي يعمل تغطية على الكورة ويربح مخالفة مخالفة لصالح الهلال الافريقي واحد وخمسين دقيقة لعب إلى حد الآن النتيجة تعادل دون اهداف هوا عاود المخالفة لأول مرة تتعاود مخالفة الافريقي ورجعت الكورة لصالح الهلال السوداني الحارس جمال سالم يلعب كورة طويل لتخرج تماث لصالح الهلال يتنفى التماث على يصار دفاع النادي الافريقي تتواصل العملية ثلين وخمسين دقيقة لعب الوقت يمر ودائماً في مصلحة وصالح الافريقي ينيس ملقاش ملقاش المساحات ليلة السودانية رغم أننا كنا ننتظروا الضغط ونزلنا مش نستناوى لكن ما عندوش الآليات والإمكانيات مع تضييق المساحات من اللاعبين الافريقي اللي يوقفين مليح قتل الأمانة شاكيب المباراة كان الفنيين ممكن يعرفوا ضيق المساحات قاعد يشد الكورة في الوسط مش قاعد يخسر فيها في ساعة في ساعة إذا يكمل النادي الفريقي على نفس المنوان وعلى نفس المنج مش قاعد يرتكب في أخطاء نأكد لك ممكن على هجم نجم يقتل المباراة وهذه كما قلت لك مع تضييق قاعد ينروا فيه ندي الفريقي قاعد يتعامل مليح مع المباراة تضييق كما يجب إن شاء الله إن شاء الله يانيس ترجع الكورة لسالح الهيلال السوداني إن شاء الله يكون التأهل لممثل تولس في هذه المباراة فارس عبدالل مأمون لكن تغتيا وترجع الكورة من سند الخميسي وسامة دراجي الدراجي يلعب كورة طويلة تتواصل العملية تتواصل العملية عن طريق أيوب مشارك أيوب مشارك يلوج على المروغة دراجي يحذر تتواصل العملية لسالح الافريقي في مناطق الهيلال السوداني توزيع مباشرة ضربة مرمى لسالح فريق الهيلال السوداني 53 دقيقة لعب إلى حد الآن التعادل دون أهداف تتواصل العملية لسالح الهيلال عن طريق عبدالله محمد الأحمد ويربح مخالفة بطبيعة الحال بقرار من الحكامة البورندي مخالفة لسالح الهيلال السوداني ويقفين مليح الافريقي ويزم يتواصل هذا التركيز في هذه المباراة ما شفناش حاجة اختيرة نيسل عياري من الهيلال السوداني إلى حد الآن وإن شاء الله الهدف جي من جانب الافريقي بعد ما نعديه على الأقل عشرين دقيقة وتولي الافريقي ربما أنت الرأي ليك يلعب الهجومات المعاكسة ويكون اختير بدخول بلاي الخفيفة هكي دي ذول سيشيه بقعد يمر بمرور دقائق لكن عنده ذاتهم خاصة الخفيفة والشماخ ينجم يضرب بالكونتر لكن قاعد يتعام مباراة مع الضغط مع الضغط الثاني كما يجب مخلي نفس البلوك قاعد يتعامل معه مليح لكن حب ديما نقول أنه الأربعة الموجودين في الهجوم هما اللي قاعدين يقوموا بدور الدفاع متاحهم يعني الليل السوداني موش قاعد ليقيا معانتها على راحته في بناء الهجم عليش خطر الشماخ قاعد يقوم بدور دفاع يرغم أنه مهاجم وذي المطلوب في مباراة كم اليوم يزي منس كل الدفع ونس كل تهاجم على خط الكورة تقدم منظومة كامل تتصح عنيش على هذه التحاليل والإضافات الهامة لأذي مباراة كورة ويلة كانت للهلال السوداني هذه الإعادة كان موجود بالعيفة في القائمة الثاني في التغتية لكن الكورة عادت بقرام الحكام المساعد الثاني جيستاف بجوم لصالح النادي الأفريقي شوفنا نيسان الكورات تقريبا العالية لكل الليل السوداني قاعدين ياخذوا فيها براسع المهاجمين هم هذا واجب الحذر مركزين برشا وخاصة أنه ولا يعاول على الكورات التويلة ونقاط قوة النادي الأفريقي اليوم قاعد يخف الكورات العالية لكل برشا تركيز من خليل والعيفة إن شاء الله يتواصل هذا لكن الحز 54 وخمسة وخمسين دقيقة ليلة السوداني ما فرزش ضغط متواصل وما عندوش الآليات أنه قلق النادي الأفريقي وهذا يبين يعني يظل للكور الكل قاعد يتوصل دي شي للشرف علاش ما واش إنه الهيلال السوداني روح نوع المنافس الضعيف لكن التركيبة والوقفة متعلاعي بين النادي الأفريقي حتم على الهيلال السوداني إنه ما عادش يلقى الحلول ولا يصوب من خارج 18 متر ولا يصوب حتى من البعيد وذي الكورة كل الممكن الشرفي ويقفلها بالجداء وهذا الاستحقاق كيف ما فكرت وانتي وحللت نيس للإطار الفني الأفريقي اللي عرف الطريقة المثلة للحد من خطورة المنافس للهيلال السوداني ترجع الكورة في وسط الميدان 55 دقيقة لعب وفما مخالفة فما مخالفة وفما أنذار يبدو قاعد يستعد لرفع الأنذار لكن على السورة ما شفناش الأنذار في وجه من بالفعل غازي العيادي غازي العيادي حامل القميص رقم 26 هو اللي رفع في وجه الأنذار من الحكام البورندي مخالفة للهيلال السوداني أرقام عديدة مدنا به مشكور زمين عماد الكيلان نيس لكن نحن توقع مركزين أكثر على المباراة الأرقام مهمة في الزعل لكن نحن متحمسين أكثر مع اللقاء ومتساعدين أكثر مع اللقاء حتى المشاهد يتمكن بشي يتمتع بهذه المباراة ويفرح للنادي الأفريقي 56 دقيقة لعب تبدو الأمور جيدة إلى حتى الآن بعد امتسار 3-1 في مباراة الذهاب هؤم خالفة قاعدين فما نقاش بين غازي العيدي والحكم المباراة جيدة شاكيب لكن اختار الحق للأمانة مثلا الحكم قاعد يحب يوصل للهيلال السوداني القديم يحب يعطيه أكثر ممكن هذه ميش ركنية تنشوفها ممكن ما سماشي عادة لكن الحكم قاعد يجتهد أنه يوصلهم أكثر القديم ويعطيهم فورس للتشجيل سامويل المرغني في تنفيذ الركنية في القائم الأول وترجع من أسامة الدراجي تعود لسالح النادي الأفريقي والتغتية من فرس عبدالله مأمون عادت من جديد عن طريق سامويل المرغني شوفوا تبدل الكورات القصيرة تمشي الكورة لكن فما التغتية من جديد ضعت الكورة على علي العبدي أو يضغط على حام الكورة يمس كورت ويعكس الهجوم الأفريقي علي العبدي تتواصل العملية لسالح النادي الأفريقي علي العبدي يطلب الكورة في موقع ممتاز وفما دفع وفما مخالف والحكام يقول ما فما شيء يقول ما فما شيء شاهدته الدفع ما فماش إعادة هذا متأكد منه مخالف الأفريقي ما سفر يش الحكام ترجع الكورة لسالح الهلال السوداني كورة في العمق علي صار دفاع على النادي الأفريقي ولا التغتية التغتية من جديد حذاري من هذه العملية باهية من سيف الدين الشرفي ممتاز يا سيف ممتاز في هذا التصدي كانت تكون اغتيرة أن يسعلى الجهة لسالح الدفاع الأفريقي وسيف الدين الشرفي بامتياز التصدق أكيد مباراة كيمناكية يجب أن الشرفي يكون حاسم عليش خطر كورة كيمناكية تعود ترجع أصحابه في اللقاء وتعود تعطيهم ثقة أكثر لكن تعرف ما تنجم ستطلب أكثر من نحمد خليلي قاعد يقوم في مباراة طيبة هذه ركنية يظل شاكيب وكان معنا كما قلتك معنا الضغط كان متوقع كان منتظر من فريقي إذا ما يسجل أهداف بشي تعدى لكن إن شاء الله كما قلتك إحنا ما نغلطوش إذا ما نغلطوش إحنا الهلال السوداني ما عندوش الآليات الوجومية إنه تخليه يسجل أهداف قاعد يتعدى على يمين على يسار مش قاعد معنا كما قل إحنا يخلق في اختار كبير على الدفاعات للنادي الإفريقي لكن حق للأمانة معتنا متفاجأة برشة من الأداء متاع الهلال السوداني كنت نتوقع إنه أداء يكون خير معا منظومة دفاعية به اليوم نحكيه على أختها الحكام شاكيب إن شاء الله الحكام يقعد يغلط في وسط الميدان يغلط الناس ويعطيهم أختها كما قلتك أنا ضربة جزاء يقعد يعطيهم دفاعات مش مش مشكل مباراة صعيبة على جميع المستويات إن شاء الله يكملوا تقيق متاعنا كم يفو والروح بوركت رشح متاعنا إن شاء الله يعطي الأخطاء مش معاك لكن يرفع أنظار في وجه غازي العيادي يحرموا من العب المباراة القادمة لأنه هذا الانظار هو الثاني اللي يرفع لغازي العيادي إن شاء الله هذاك حد الباس على كل حال مع حكم في هذا المستوى تترفع على الكورة من إمانويل لكن التغتية كالعادة موجودة محاولة المبغطة والتسديد من بعيد ما زالت ملات القنادي الإفريقي الكورة ثم خرجت خرجت تنظيفة دون ارتكاب الخطأ عادت من جديد الهيلال السوداني محاولة لتجاوز المدفعين عبدالله محمد الأحمد عبدالله محمد الأحمد والمتابعة للكورة من منوبي لحدات تتواصل العملية للهيلال السوداني بينزوز لعبين عد الكورة والحكم كان عادة صفر مخاطفة للهيلال السوداني تلفظت بسرعة دول الانتظار والتزديد على سيف الدين الشرفي ممتاز للمرة الثانية حذاري لا بد من التركيز لا بد من التركيز حذاري مرة أخرى سيف الدين الشرفي يتقلق أنيس أمام الهجوم السوداني متفطن بالنسبة للشرفي اللي رأوا فيه قاعد يخفر كورات كل متفطن مليح وذولي إصابة متاعه والبارح وتحدي ليه إنه يعمل مباراة كبيرة وذي مباراة الشرفي نانكد لك اللي حققتن معتها لدقيقة ستين قاعد يرى في الشرف في وقف مليح قاعد يعمل في دازاري بهين ذي اللي يعطي ثقة أكثر لإصحابه إن شاء الله يتمشي المباراة لبر الأمان واليوم راي مباراة كما قلوحنا مباراة الملعبية كل ولي كبابل ندي الإفريقي عنده الإمكانيات لازم جرأة أكثر ثقة من المدرب أكثر ويزمو يخو أكثر طوشي شيئي يزمو يخو أكثر ريسك علاش يزمو كانتو خطر للسوديني قاعد يخلي في المسحات منتالي نعرفه المعنف الخفيفي ولا الذوادي بدريبه بدريبه بسبرينت إنه يفسخ منعبي ولا ثنين نسجلو هدفي ذهلي مثلا ماشي أحلى منك تسجل هدف ويخليك ترتاح على المباراة ككل إن شاء الله تماثي صالح لدي الإفريقي ستين دقيقة لعب يعني ثلاثين دقيقة ما زالت في هذه المباراة والإفريقي يلعب بكل ثقة نشاهد وانتبعوا التماس من حمزة العجربي اللي إخدامه كان مختار من خيثة هذه المباراة رغم الإصابة حمزة العجربي يلعب التماس تتواصل العملية لصالح الإفريقي ما خرجتش الكرة في مراسمة أولى وفي الثانية خرجت ركنية ركنية لصالح النادي الإفريقي ركنية لصالح النادي الإفريقي كان في العملية أيوب مشارك هاي علي صالح الحارس جمال سالم ركنية للإفريقي وأيوب مشارك هو اللي مشتولة تنفيذ هذه الركنية بالليمين التنفيذ تشوفوا في منوبي الحداد في ملاطق الهلال السوداني أيوب مشارك ينفذ الركنية في القائم الثاني فما فانس عبدالله مأمون ينطلق في وجه جديد للهلال السوداني دراجي دراجي يلعب مع منوبي الحداد منوبي الحداد منوبي الحداد يلعب كرة قصيرة مع الأسامة الدراجي الدراجي يرجع بالكورة من جديد باهية العملية كانت من غازي العياذي ثم بلال العفا والكورة لصالح الأفريقي ما زالت الوقت يمر ودائماً لصالح ممثلنا في هذه المسابقة النادي الأفريقي لنتصال كده واحد في مباراة للذهاب شاء الله تتواصل للسيطرة حتى في هذه المباراة ترجع الكورة لفارس عبدالله مأمون الدور في دفاع الفريق هنا السوداني ساموال المرغني تمشي على الجهة الإسار لدفاع النادي الأفريقي لابد من الضغط من علي العبدي الظهير الأيسر للفريق شوف كيف قدم علي العبدي ضربة الكورة فيه خرج التماس تماس للسوداني يتلفظ الكورة تدريجياً الدور قصيرة الدور قصيرة لكن اللعبين الأفريقي يوقفين ثابتين كيف ما يلزم أو كالضغط من حمزة العقربي رجعت الكورة من جديد من بو بكر ديلا تتواصل العملية وين كالذراجي حد ساقك حد ساقك كالذراجي باهية باهية لعملية التغذية ورجعت الكورة لصالح الهيلال السوداني من جديد أكيد دانيس قاعد نشوف في الهيلال السوداني وكأنه يضغط أكثر من أي وقت مضا في هذه المباراة هذه اللحظات بالذات قاعد يضغط شاكي باكيد ما موش ناقي المساحات يشيك فماش بأسير ما موش قاعد يشكل في اختار كبير الوقفة متع نديل إفريقي ودى المنظومة الدفاعية ككل معاه الشرفي لحق قتل الأمان لدقيقة 62 قاعد يقوم في مباراة تحسوا أن يدير من تيلي يكلم في صحابه وقاعد يحكي معهم هذاك الدفع الملعبية لكن نديل إفريقي مطالب مطالب حلول هجومية علاش ما تنجم تشد ديل 90 دقيقة في الدفاع عندك الإمكانيات شوف الشماخي كان نضيف معها أنا تواخر بالنسبة لي اللي خفيفي للذوادي يلي كابابل ندفقي يسجل وينه المباراة معتها من دقيقة 70 يلي كابابل كان يصير تغيير مهم برشة في المباراة كما بتعليم شوف العملية كان فيها ياسين الشماخي شوف الدفع من الخلف والحكم ما حركش ساكن يعني ما سفرش حتى مخالفة كانت واضحة دفع من الخلف على ياسين الشماخي تواصلت العملية والكورة تماث لصالح الهلال السوداني هذا مدرب الهلال السوداني التونسي كابتن زعفوري أكيد كل مدرب يحب الانتصار يحب التأهل لكن الأفريقي ما خلى حتى مجال للمنافسة الهلال السوداني باش يسجل وإن شاء الله يتواصل هذا النجاح هذا التركيز من جانب ممثل تونس الأفريقي في هذه المسابقة لتواصل العملية للهلال السوداني حذري وينك سيف بايا بايا الكورة مرت فوق العرضة رينا الكورة هذه شاكيب ما يزمنش نخسر الكورة في وسط المايدان هو مني قتل قوة متحمي لوجه علي فاي معتها سند كان ينجم يكون خير برشة كان ينجم يشتت على يمين علي سار حذري من لاعبه خاصة وسط النادي الأفريقي سند معتها يزمن ردبالو برشة كورة كيبناكية كانت نجم تكلف في النادي الأفريقي غالي حمد الله يا ربي سلامات لكن تعرف سند عنده مدة موجود 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 أو المباراة لي إن شاء الله بكثر مباراية وبكثر نسق بشيوال يكون حل في تشكيل النادي الأفريقي لكن ثم حذري انك تخسر كورة في وسط وخاصة تكون قريبة لـ 18 متر متع النادي الأفريقي توفقني شديد كنقول لك بلاد خفيفي يلزموا ياخذ مكانه يعني بعد مرور عشرين دقيقة من هذا الشوط الثاني حتى يكون سند في الخط الأمامي لنادي الأفريقي خلينا يكون واضحين زيدا شاكيبرا ونادي الأفريقي قاعد ميش يمليح في المباراة قاعد مضيق المساحات خطر فريق كما للهليل السوداني كانت تحاول تطلع له الفوق ولا تحاول كما أقول احنا تحاول تاخو أكثر نيسياتيف وتقول تطمع في المباراة تراوي نجمي كلفك غالي عليش خاطر لحد دقيقة 65 بلوك ندي الأفريقي بلوك موقف مليح مدافعيين كوسط الميدان اللي موجودين معاها كما قلت لك الثلاثة اللي موجودين في الوجوم الشميخي ومنوبي ومشارك قاعدين يقوموا في دور دفاعي نتصور ندي الأفريقي ماشي مليح إن شاء الله يكمل هكا إن شاء الله يكمل الكورة الكورة مرت سلامات على دفاع الندي الأفريقي حذري من مثل هذه الكورات بدأ ياخذ ثقة في روحه فريق الهلال السوداني شاهدوا إعادة للعملية بالليسار بداخل الرجل يعني بالانترنير شوفوا من جهة أخرى التحذير كان ممتاز من فلس عبدالله مأمون والتوزيع الأخيرة شوف كيفاش مرت فوق العرضة شباك الحارة السيف الدين الشرفي والعابد يروا على الجهة يجب أن يرد باله خطر بسك شوط ثاني قاعدين مخذين الكولوار معانت علي العابد يعرفوا عنده الناز على وجومية ناتوا يطمع يمشي أكثر القديم قاعدين يضربوا كورة في ذاره يجب أن يكون فايق يجب أن يكون في مباراة كيمان هكا تعرف بلاس مور و بلاس مور تتعب على دي دي تاي ووقفة غالطة يجب أن تكلفك غالي إن شاء الله المنظومة الدفاعية تكمل هكا وعلي العابد يزمروا دبيل وبرشا خاصة قاعدين يلعبوا في التقيق الخرنين في كورة في ذاره نوعا ما أن النجم تكلف النادي الإفريقي غالي شاكيب قاعدين شاهدون تقريبا كل ذو تقايق فما فرصة اختير الهيلال السوداني وجب الحذر تتواصل العملية لفريق الهيلال السوداني باهي التغتية باهي التغتية من غازي العيادي تمشي الكورة تتواصل لسلاح النادي الإفريقي تتواصل العملية من ياسين لشماخي لكن رجعت من جديد لسلاح فريق الهيلال السوداني عبداللطيف سيد عثمان عادت النادي الإفريقي علي العابد علي العابد وقدامه اللعب محمد موسى البي تتواصل العملية لسلاح النادي الإفريقي باهي باهي العملية باهي الفرصة باهي المراوغة باهي المراوغة لكن فما سافر فما راية تبدو فما راية قبل في هذه العملية لصالح النادي الافريقي رجعت الكورة للهيلان السوداني كانت من منوب الحداد ثم رجعت عبدالله محمد الأحمد يلعب كوراكسيرة عبداللطيف سيد عثمان قدامه أسامة الدراجي تتواصل العملية ثالث عبدالله مأمون ولمس اليد فما لمس الكورة باليد ومخالفة لصالح النادي الافريقي 68 دقيقة لعب التعادل المشاهدين على الوطن الأولى متواصل دون أدف قاعدنا في مباراة طيبة وطيبة من ناحية الدفاعية ومن ناحية الوجهومية لكن نستنى تغيير خاصة استنى الدراجي أكثر عليش خاطر هو الحل هو الممول هو اللمسة الأخيرة عنده نستنى لخفيفة ولا زهير الذوادي وزهير نعرفه وقت اللي تخل فرات شوشوت الثاني غير صورة الفريقة كل وعنده من الإمكانيات زهير إليه كبابل فيه 15-20 دقيقة أنه يصنع الفرق بمراوغات بسرعة وعنده كما قلتك الفتن معطاك الإكسبرينس أنه في المباراة تذوم يسجل من كرات بسيطة يعني كرات ميتة هكتحك على زهير الذوادي زهير الذوادي أكيد بش يكون ورقة ربحة لصالح النادي الأفريقي بس نتواصل للعملية بعد خروج جاسين الشماخي للتداوي إن شاء الله لباس أحمد خليل هو اللي بش يتولى التنفيذ نلقاهه اليوم في محور الدفاع إلى جانب بلال العيفة وهي نفس الخطة اللي كان يشغلها والده يعني محمد خليل اللعب الدولي السابق في محور الدفاع ولو أنه مركز أحمد خليل هو في وسط الميدان تخرج كورة تماث للهلال السوداني فارس عبدالله مأمون أمامكم على السورة هو المشتولة تنفيذ التماس يلعب طريقة طويلة لكن التغتية من خليل تخرج كورة نظيفة من جانب النادي الأفريقي كورات الأقسيرة والخطأ من علي العبدي الظاهي الأيسر لحط كورة في التماس عادة الهلال السوداني كورة قصيرة تتواصل العملية لأبناء الهلال السوداني حذاري من مثل هذه الكورات ديني سيلفا بالقدم حتى كورة قدام عبداللطيف سيد عثمان ثم مشت البوبكر ديراء البوبكر ديراء والمتابعة من بلال العفا تتواصل العملية للهلال السوداني التحذير على الجهاليمين باهي حمزة العقربي في التغتية قدام فارس عبدالله مأمون تتوزع الكورة حذاري هذا الخطأ خطأ من جانب النادي الأفريقي والحمد لله مرت الكورة سلامت يعني الترويذ ما كانش معكم خطأ في الترويذ وتواسط العملية للهلال السوداني كايجي كلفنا هدف هذا الخطأ خليني يقول برافو الخليل الرغم اللي قاعد يصير كل أحمد خليل نعرف المركز امتاعه روا وسط ميدان دفاعي معانت هذه هي الوزيسيون امتاعه اليوم أحمد خليل وقت اللي فريق ونيدري فريق استحقه وثمان غيابات أحمد خليل معانت تكفل بالخطة قاعد يقوم في مباراة ترغم صعوبات تعرف قلب دفاع روا مهمة صعبة خاصة أنك مكش متمكن من خطأ معطم المركز ذاه مع بلال عيفا الحق ثم أمان مع الشرفي موجود الهلال السوداني ما يخوفش النادي الافريقي لكن وقتش يخوف وقت اللي يلاقي النادي الافريقي هما اللي يغلطوا يعني الاختارك يجي من أخطاء فردية من لعبي النادي الافريقي الهلال السوداني ما عندوش الإمكانيات ما عندوش الفرديات والآليات إنه قلق النادي الافريقي إن شاء الله نفس المنظومة تكمل بالطريقة دية والأخطاء يعني ما هيش ما عطا ما يزمش أخطاء خاصة في بشيكونوا عشرين دقيقة صعابة على دفاع النادي الافريقي إن شاء الله يكمل بنفس المستوى وبنفس التركيز والتركيز مهم خاصة في قضوه مشاكيب شكرا لنينيس 29 دقيقة ما زالت تفتنى على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء كورة لصالح الهلال السوداني والحكم يعطي أسبقية اللعب حسب الإشارة لقاباع للعب في التغطي التوزع الكورة والتعود من جديد من بلال العيفة وتخذ كورة تمس لصالح الهلال السوداني 72 دقيقة لعب كنا ترجعت الكورة من دينيس سيلفا حامل قميس رقم 30 تتواصل العملية لصالح الهلال السوداني شوف الكورات اللقصيرة البعث على المساحات من جانب الفريق السوداني كورة خارج من عبد الله محمد الأحمد مشات البوبكر ديراء تواصلت العملية لصالح الهلال السوداني شوفوا تبادل الكورات القصيرة هانيس اللي قاعد يقوم بها فريق الهلال السوداني وذي يدلك انه ملقاش المساحات ملقاش لزيس باسي اللوجع لهم ولا ولا تيرال ولا نيجاتيف في اللعبة وذي ساعد النادي الأفريقي احنا المطلوب كتذكر معتا كتذكر عليهم المساحات وهم بشولي يلعبوا الكورة واللكور العرضية واللكور اللاتيرال معتا ذي مقلقش النادي الأفريقي توزيع كانت من ثالث عبد الله مأمون والكورة خرجت ضربة مرمى لصالح النادي الأفريقي يعني فم برشا كورة ذاعة من جانب الهلال السوداني للمقاش الى حد الآن الحلول الكثيرة للوصول للمرمى سايف الدين الشرفي وشالها تتواصل هكا المباراة امامنا حامل القميس رقم سبعة اللي هو سهيب عز الدين أحمد سهيب عز الدين أحمد ياخذ مكان عبد اللطيف سيد عثمان حامل قميس رقم خمسة وعشرين او دينيس سيلفا دينيس سيلفا البرزيلي الاصل السوداني الجنسية هو اللي خرج وخل مكانه لسهيب عز الدين أحمد اللي كان على بنك الاحتياط ومباراة الذهاب لكنه ما شاركش في المباراة هذه ترجع الكرة اللي سالح فريق الهيلل السوداني توزيع عطويلة فمعلي العاب في التغتية مرة أولى ومرة الثانية زهير الزوادي موجود في المباراة زهير الزوادي رجعت لكلامك لأنه زهير الزوادي حامل قميس رقم خمستاش شفت وخذا مكان يسين عليها نيس العياني منذ قليل إن شاء الله يجيب الهدف إن شاء الله يجيب الفرص وإن شاء الله كما نعرف زهير في مباراة الذهاب قام بدور كبير وغير غير وجه الخط الأمام الأفريقي تماما حامزة العقربي ومخالفة والحكم يسفر ويرجع للعب من الأفريقي ملقى على أرضية الميدان هو حامزة العقربي شفنا فما دفع بالأمانة على سهيب عز الدين أحمد الحكم من جانب الفريق الهلال السوداني وليد بخيت باش يعاوذ حامل القميس رقم عشر محمد موسى الداي ها أمامكم وليد بخيت ومحمد موسى الداي هو اللي يخرج ويعاوذ وليد بخيت الإخذاء مكان في دقيقة 68 في مباراة الذهاب وخرج حامل قميس رقم 24 في لقاء الذهاب إدريس بومبو ترجع لكورة رسالة حالنادي الأفريقي توزيعها ما فم حد في الهجوم باش تفسر هكا هانيس ما فسر هك شي نادي الأفريقي بنسبة لينا معتا قاعد ويقف مليح معتا إذا تلقى راحتك هكي البلوك تستنى على كورة أكيد ما تطمعش برشا ويقف مليح ما تخليلوش المساحات هذا الشي اللي يقلق الليل السوداني يلوجع المساحات وليفاي ما لقهمش خاطر نادي الأفريقي متمركز مليح خاصة لربعلي موجودين وريد قدش معتا قطلك شاكي منذ مبيلة المباراة ما لقاش العمق الليل السوداني اللوج عليه ولا يلوج عليه كل وار يمشي علي مين علي سار آخر حل بالنسبة لليل السوداني هو التزديد مخارج مناطق الجزالي هو لجدوى معتا أمام حارس الشرفي قطن قاعدنا في مباراة ممتازة خاصة متركيز متاعه كورات لكل أخذيهم نادي الأفريقي نتصور المباراة حق للأمان الليل السوداني فنيين فريق ضعيف برشا ظهور لي في المباراة على الإياب ظهور لي أخطر في رادس وخلينا نقرأوا له برشا حسابات لكن الحق في السودان النادي الأفريقي تكتيكين والمدرب بذول الشاب لي لحد دقيقة 75 نجح في جميع التغييرات متاعه ونجح في الدسكور متاعه المنعبية ظهر اليوم النادي الأفريقي محظر المباراة وإن شاء الله قيمة قتلك معتك 15 دقيقة مزلوا في المباراة إلي كباب ندي الفيقي بسي شجل لكن إذا ندي الفيقي يلاقي راحته هكية وتدرج بكورة ومعتك كيمة قتلك معتك قاعد يتعام مع المباراة معتك كومينفون إن شاء الله يكمنوا هكا الوليد وكاو إن شاء الله ترجع الكورة لصالح الهلال السوداني والتغتية كالعادة حذاري من هذه العملية لصالح الهلال السوداني محاولة المباراة والتزديد سيف الدين الشرف يخرج للتغتية والحمد الله مرة الكورة سلامت على مرمى الافريقي لكن العملية متواصلة عن طريق فارس عبدالله مأمون فارس عبدالله مأمون على يمين دفاع الافريقي يوزع التغتية ترجع من مرة أولى من الدراجي والثانية من زهير للذوادي ترتكبها المخالفة من مباكر ديران لكن الحكام يقول ما فهما شي تواصلت العملية للهلال السوداني بخيت بخيت وهو اسم الشهرة لعب سريع لعب سريع وهدف في البطولة السودانية وهذا بنك احتياط فريق الهلال السوداني تفاعل مع هذه العملية لكن الكورة مرت سلامات مرت سلامات لكن ندي الفريقي قاد يقبل في الثقائق الخرنية وصرته كما قلت لك العادي يزمروا دبيل وفي ذهره في كل كورة في قاد ينلعب وفي كل كورة في ذهره ويقفين مليح لكن شوف ما تجمش تعمل مباراة 90 دقيقة اليوم ندي الفريقي يلزمه يختار حل حل من الحلول الهجومية مع تعاندك لخفيفة اليومة ممكن نجم يعطيك حيوية اكثر ما بمعطى في مكان منوبي ندي الفريقي ماذا به يمشي اكثر عليش خطر قاعد يقبل برشا في اللعب برشا ولا ضغط ذهني كيبدأ ضغط عليك شاكيب لانا تنجم مباراة تصعب عليك وخاصة انه فريق متواضع عنها بالنسبة لينا الهلال السوداني اليومة لكن تعرف فريق كيب من هذه إذا تعطيه فرصة ويسجلك ممكن في الدقيق الجاية ينجم يقلق في بقية المباراة ومباراة ذو ما روما يزمك تتلعبها حتى تكشي لتسعين حتى تكشي للزافرة مع تعالى الحكم إن شاء الله ندي الفريقي وشي شي هيب يعرف يتعامل مباراة ذي بتغيير اخر انا توفنصيف ويتلع نوعا ما البلوك شوية مع تموطالب إنه يصنع بعض الهجمات بشيرتح نوعا ما دي فيه عمتاعه وذي مهم برش ما فهم حكم ينجم يقايم الوضعيات الممثلة كيبا قاعدين شوفوا في ملاعب تعرض الإصابة من جانب النادي الافريقي وشوف اللاعبين السودانيين يعني يرغبوا بشي يخرج اللاعب في أسرع وقت الحكم ما عنده توقيت هو اللي قرر ينجم يخرج اللاعب للتداوي على حفظ الميدان أما أنه يرجع بسرعة وهو الوحيد اللي خوله القانون بشي احتسب الوقت بدل الزاء على كل حال يقوم لباس لعب الافريقي 78 دقيقة لعب مشاهدين الكرام الوقت يمر على الهلال السوداني لكنه يلعب لمصلحة النادي الافريقي في هذه المباراة من أجل التأهل إن شاء الله لدور المجموعات في مسابقة كأس ربيطة الأفطال الافريقية بعد تأهل النجم ولدي سفيقسي إن شاء الله الافريقي قادم من بعيد قادم من السودان بورقة التأهل إن شاء الله الحاكم ماذا مع تيهم شكادو يصعب علينا للمباراة تعرف أنا نتوقع منه كل شي رغم أنه ما سميش حاجات تقرأها في برشا لكن نتوقع منه خطرت سوء النية موجود منذ بداية المباراة وإلي كاباب يعمل كل شي فريقي منه السوداني نوعا ما مش قاعد يعمل في مباراة كبيرة ينجم على هدية من الحاكم ينجم يرجع في المباراة إن شاء الله يكمل معانا مريق يعني طوى وما يعطينا حقنا ممكن المخالفات قاعدة تسير خار في وسط الميدان ما تقلقش لكن ما يقلق أنك تعطيه كدو على ضرب الجزاية هدية ولا مخالفة قريبة لثمانتاشين ماتر هدية ممكن يخلي الفريق الهيل السوداني يرجع في المباراة شوف أمام نعليل عبدي إعادة كانت بالعرض البطيل تتواصل الكرة والعملية لصالح الهيلال السوداني التحضير تتعدى وسط الميدان كفا ما تغتية باهم الذوادي تتعدى وسامة دراجي بحث على المخالفة لكن تفكرت الكرة ورشعت من جديد لكن فما تغتية باهم تغتية موصولة من أحمد خليل حتى الكرة مباشرة في التماس تماس تصالح الهيلال السوداني على يمين دفاع النادي الافريقي والتنفيذ كان عادة لفارس عبدالله مأمون وشوف الحكم الحكم ما يعطيش الإذن بالنسبة للعجربية ندخل للميدان معتا طو وشعطاه دي دي تاي ذو ما رومي معتا ينحس معتا تذي معتا مقبلة عاية العجربية وتعرف مكان كذا يريمين معتا ينجم يخليلك مساحات نوعا مات نجم تكون توزيعها موجودة ولا حاجة تقلق إن شاء الله كما قدتك معتا الحكم نمشيو معها البر معتا نمشيو معها أكثر ما يكون خطر الحق للأمينة منش متمين لبرشة رغم أنه موجودين عشر دقايق لكن عشر دقايق برشة في كون يزمل التركيز وعمل عدم الاندفاع الأفريقي استوفى التغييرات الثلاثة إلى حد الآن في هذه المباراة يعني ثلاثة تغييرات قام بهم مدرب شهاب الليلي خروج اثراري أول لوسان بن يحي وتعاوضه بأيوب مشارك ثم كان التغيير الثاني والثالث بدخول زهير الذوادي مكان يسيد الشماخي استوفى شهاب الليلي تغييرات الثلاثة الافريقي السامد كان عادة في الدفاع بوجود بلاد العيفة وأيضا أحمد خليل ترجع القرى لسلاح الهلال السوداني 80 دقيقة لعب 10 قايق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء عملية جديدة الهلال السوداني ودائما الافريقي في التغيير قدام كل العمليات السودانية مرة أخرى على الجهة لسهر التوزيع وسيفة الدين الشرف الممتاز ياخذ القرى اللي كانت في طريقة إلى العقنية ملاحظة أخرى ذو اللي روش يابليلي موش محظوش بخطر التغييرات الكل كانت اضطراري للإصابات معتها يحيا مشهلي وبعد نلقا الشماخي اللي قراء معتها ممكن شدوا كرومب معتها معتها إصابة عضلية خليتش يابليلي معتها ما يستغلش لزاتهم تاعوا كيمة الخفيفة اليوم كانوا التراريين التعوي معتها التغييرات التراري شكرا لي كنيسة على كل هذه الإضافات الفنية في هذه المباراة اللي بش يكون فيها ممثل تولس إن شاء الله المتأهل لدور المجموعات قدام الفريق السوداني الهيلال السوداني في هذه المباراة اللي أحضرها ما ليقل عن أربعين ألف متفرج تزديدة بعيدة برشة قاعدين نشوفه في الكور اللي حكيت هاي إعادة حتى لنصف محاولة أو أربع محاولة إعادة أشوف الكورة ومشيت تقريبا خمسة متر وبعيدة على مرمج السيف الدين الشرق حق للأمانة اللي سأل المباراة على النادي الإفريقي هو الهيلال السوداني يبيده بأداء المتواضع معتها الحق ما هوش الفريق اللي تنجم تخاف منه ولا تحسو إنه يخلق الاختر ولا عنده آلية ولا زوز يصنعوا الفريق فريق ما يلقاش الحلول يوزع على يمين وعليسار يستنجد بالتصويب من خارج 18 متر مش لقي المساحات معاه الوقفة البيهي يحق للأمانة مباراة برونابل مباراة نجم البيهي يروح بالورقة العبور ومتاعه الدول المجموعات عليه الفتنة وعليه كما قل واحنا التركيز تيلة 90 دقيقة خط المباراة كما ناكية معاه الهداية نجموا في دقيقتين تبدلوا برشا معطيات مهم حتى في في دقيقة ذاك عليش قلنا يزموا من تركيز تيلة 90 دقيقة شاكيب ترجع الكرة من ثارث عبدالله مأمون على الجهاليمين ومتابعة من حمز العقر بالتوزيع والدفاع دائما صامد أحمد خليل في هذه العملية رجع كرة ممشارة للتماس وموجود المنوبي الحداد هاي إعادة كانت التوزيع وأحمد خليل هو اللي كان في التغتية رجعة المنوبي الحداد يعمل تغتية على الكرة ومعاه فرس عبدالله مأمون ما فهماش مخالفة يقول الحكم يعني فما دفع فما زوز لعبين مع لاعب وحيد وصوف الله دفع مرة أخرى على حمزة العقربي والحكم يقول ما فهم حتى شيء ما فهم حتى مخالفة غريبة وفهم رمي مقذفات على الميدان شوفوا المصورين يحسبها ضد النادي الإفريقي شاكيب مخالفة يحسبها ضد النادي الإفريقي يعني خطأ للإفريقي شوف مانوبي الحداد ملقى على أرضية الميدان هاي إعادة دفع أول من فارس عبدالله مأمون ثم بشيقع الدفع الثاني على حمزة العقربي والحكم يعطي مخالفة لكن لفريق الهلال السوداني وفي الأثناء رمي مقذفات على الميدان يبدو أنه الفريق الهلال السوداني يبدأ أيس من مصير المباراة تنيس ليه وزيد المخرج المباراة شاكيب كريت معتا المخالفة موجودة ما حابش يرجع لها يوري فينا في الجمهور معتا تظاهر النيا بيتا معتا بش تشوف هذيك هي المباراة تعليون كان متوقع كان متوقع الحاجتة ذو ما كنا نتوقع عاهم وكنا نتوقع حاجت ما أصعب من هكا فهمتا ممكن الحاجة الوحيدة فنين رقم 22 فرس عبدالله ممكن لطول وحيد يقعد يقلق لكن أبار معتا عبدالله مأمون ما ثماش الملعب يصنع الفرق وحمد لله الاخترم تقعه على الجهة اليسرى ما كانش كان مهاجم هو الحكم لو كان نلقاها يعني طريقة أخرى بشي يربح بها الفريق السوداني رغم مثلا تشعلكوني حال سترى الله إلى حد الآن باهي اللي عامله باهي اللي عامله لأنه ما شكلش حتى خطورة على الفريقي رغم رغم تمديه في منح المخالفات لفريق الهلال السوداني دون وجه حق تم هذه الركنية تتلفظ في القائم الأول وتغتك العادة ما فماش خطورة صراحة ما فم حتى خطورة على مرمى النادي الأفريقي من جانب الهلال السوداني منوبي الحداد منوبي الحداد في وجوب سريع لصالح النادي الأفريقي ويتبع فيه فارس عبدالله مأمون يرجع بالكورة كورة قصيرة كانت منوبي الحداد مرة أخرى يلعب مع أسامة الدراجي أسامة الدراجي تتعدى الكورة سند الخميسي ثم زهير الظوادي يلعب الظوادي على الجهة المية لدفاع الهلال السوداني والكورة تخرج ركنية لصالح عدد الأفريقي ماذا بينا لكورة ذوما شاكي بالرهم منهم أكثر وخاصة السرعة في الأشرين متر والإخرانين كنت نتمنى أن تكون أكثر بالنسبة لمنوبي الحداد أن يمشي أكثر العمق خطر ما زلنا بشلقاهم مساحات في الثقائق القادمة ما زلنا بشلقاهم لكن الحق للأمانة معتها 86 دقيقة من نادي الأفريقي متمركز مليح ويقف مليح إن شاء الله نكملوا هكيا ونحاولوا نستغلوا كورة أولا ثنين النجم ونسجلوا منهم من نقطة المباراة إن شاء الله وإن شاء الله الكورة هذه تجيب الهدف الأفريقي علاش لا الهلال السوداني عاجز على التهديف شوفوا على الصورة الجماهير وين ويقفها يعني على بعض بعض الأمطار من الميدان جماهير الهلال السوداني ولعبين الأفريقي قاعدين يخرجوا في المقبوفات اللي قاعدت تلقى من الجماهير من على الميدان وقت الكورة الثابتة ليسان على الأفريقي والحكم شوفوا الموجود يعني ما مشاش القائد الفريق بالنسبة لزوهير زوهير زوهير كيمشي نجم يعطي نفذ ضربة ركنية ما خلاوهوش برمي القوارير وللأمانة ميدان يعني تحسوا شوف شوف الجمهور يعني ما مش مأمنة الامور إن شاء الله ربي معهم إن شاء الله كيم قوتك مباراة كيم نكيت وفحدة للتسعين ويروحوا لدنا لباسة خطر ما نحبوش نخسرها ونجم نخسر مباراة وكم ذاهم يروحوا يظل تتلفظ الركنية كورة ثابتة للأفريقي قبضية الجماهير تغادر الميدان أيست سبعة وثمانين دقيقة لعب يظل التأهل ماشي في انتجاه الناد الأفريقي مخالفة مخالفة من غير من شوفه لا إعادة ولا زوز إعادات وأنذار شوف كان فهم ورق حمراء مسيرش هاشوفوا الإعادة الكورة كانت لأفضل لعب بالهلال السوداني مخالفة وأنذار يرفع في وجه المنوبي الحداد من جانب الحكمة البورندي باسيفيك نداي غوي نيمناء تتلعب الكورة أربع دقايق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة ترجع الكورة عن طريق ساموال المرغلي حامل قميس رقم ثلاش متابعة من أسامة الدراجي ينعب كورة قصيرة مع محمد عبد الوهاب حامل قميس رقم تسعة وعشرين ترجع في هجوم معاكس في صالح النجل أفريقي لكن ما تعددش الكورة ذوما الكورة ذوما الكورة شاكيب من أكثر وقعية وأكثر كونسانتراسيون خاصة نستغلهم الكورة ذوما خطرتو وقعدين الروف المساحات في ذر ظهير ريمين وظهير ريسار ماذا بينا أكثر سرعة باش النجم بيقتل الفريق الهيل السوداني رجعت الكورة لصالح الهيل السوداني العاجز إلى حد الآن للوصول إلى مرمى سيف الدين الشرف المتألق في هذه المباراة عوخ ذاكورة 88 دقيقة نعب دقيقتين مشاهدين على الوطنية الأولى تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء إن شاء الله التتويج تونسي إن شاء الله ورقة التأهل للندي الأفريقي في هذه المباراة رغم الصعوبات رغم التحديات رغم يعني الضغوطات التي سلطت على اللاعبين وبعثت الأفريقي قبل المباراة وتعرضهم لاعتداءات عديدة ومتلوعة الأفريقي أجاب على الميدان الأفريقي كان قادر بعزيمة لعبيه وانضباطهم التكتيكي بشكر السلامات ندي المباراة وإن شاء الله تتم الفرحة شاكي بذول لعنا مدى من ينشي النيدي الأفريقي مديدة طويلة شوية نوعا ما يعني في دور المجموعات في ربيت الأبطال اليوم منحقه جميل النيدي الأفريقي إنها ترى النيدي الأفريقي في رتبة عالية يراه يعني يشامخ معتها أفريقين اليوم ترجع إن شاء الله كما قدت كتقايقني يخليه النيدي الأفريقي موجود في دور المجموعات وذي مباراة الموسم عليش خطر النيدي الأفريقي بشي مني على مباراة كيمينا مباراة مستحقلها النيدي الأفريقي تصور من بعد 22 سنة تقريب معتها شاكي بموش موجود في ربيت الأبطال وحاجة تفرحني وتفرح جميل النيدي الأفريقي عليش على خطر الحق للأمانة كي نلقاه النيدي معتها النيدي الأفريقي في دور المجموعات اليوم بشيبني ويحاول يصلح ويحاول يعمل رتوش للفريق خطر دور المجموعات غدوة رأي معتها تعرف المنافسين اللي موجودين إن شاء الله كي ما قد كنيدي الأفريقي يكمل تقايق قذوم ويبني على المباراة هذه للمستقبل متاع الفريق إن شاء الله كورة ثابتة كانت من غازي العيادي مباشرة للحارس جمال سالم حارس الهلال السوداني يلعب كورة ويلة بتبعط الحال دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة لعب كورة طويلة لربح المساحات والتغتية كالعادة من جلب بلال العيفة بلال العيفة خرج الكورة لصالح الفريق السوداني تتواصل للعملية تبدل الكورة التنقصيرة البحث عن المساحات البحث عن الثغرات لكن ما هيش موجودة ويقف مليح دفاع الأفريقي انضباط التكتيكي كبير في الخط الخنفي للفريق متواصل العملية الهلال السوداني بعد الثواني لنهاية تلات سعين دقيقة الخاصة بالمباراة مرة أخرى تغتية مرة أولة ومرة ثانية والهجوم غازي العيادي غازي العيادي بحث على المباخ تمام بعيد كانت معها موسين دا يعني علي سار كان ينزم زهير يكون موجود كنت نجم تستغلها أكثر معتها أول حاجة تربح وقت ثاني حاجة تقتل معتها المنافسة متاعك بكورة اذكية بان أخذها الحل أنه يصوب من البعيد لكن كان ينجم يختار وسيلة أخرى أنه يعطي زهير ونجم يكون كونتر مزيان كنا معتها كونتر ينجم يسجل منه للإفريقي ويقتل مباراة وينتصر عليه في السودان ويبرهن أنه خير منه على جميع المستويات شكرا لك يكيد يزم يبرهن أنه خير منه شوف مثل هذه العملية مثل هذه اللقطة تزديدة يعني ما عنده حتى عنوان من جانب لليل السوداني اللي كان عاجز تماما عاجز تماما على اختراق دفاع الأفريقي ها هو الدليل أمامكم تزديدة من اللي صار بعيدة عشر أبطار على مربع الحارس شاكيب خلينا نعطيه المريط اللي ترفني نتعني دفاع حق الأمانة إنه قراء مليح المنافس متاعه ضيق عليهم مساحات معانتا قراءة كله كبيرة وصغيرة حاجة بركة ممكن معانتا ما مشيتش معاني ترفني هي التغييرات اللي كانت تطير رأيه لإسابات لكن رغم ذلك قاعد يتعامل مليح مع المباراة عرف كيفاش يسكر المنافذ الكل على الفريق الهيليل السوداني يخليه معانتا يصوب من البعيد ويستغل الأرواق اللي هي نوعا ما مشكلتش اختار كبير برافول منظومة ككل الوسط الميدان الدفاعي المهاجمين اللي كان هم أول مدافعين مباراة نتصور هنا مباراة الموصل اللعبية ذوما ولعبوا المباراة تمتاحهم ذوما من اللعبهم وإن شاء الله كيمقودكم بعد صفير النهائي بعد 22 سنين لقاونا النادي الافريقي في دور المجموعات في ربيط لابتال هذا رغم كل شيء رغم الرصيد البشري المحدود والغيابات العديدة ليشكوها الفريق انتلاقا من بالخيثر وسيف الدين يعني فخد الدين الجزير وغيره من اللعبين برصيد محدود الافريقي يستمت الافريقي كان ثابت كان صامد قدام الليلة السوداني على ميدانه وهذا نريد نقوله للإطار الفني والجرينتا والجليب منتاع اللعبين اللي يلعبوا في هذه المباراة ومش جديد مع تشكيب على النيد الافريقي رينا موسم فارد كان صعيب برش على جميع المستويات المادي الفني كل النيد الافريقي يرجع من بعيد يز كاستونس ويز ربيط لبطال اليوم ما زاد النيد الافريقي يرجع في ظروف صعيبة لكن الاستقرار نوعا ما للإداري خلّ الفني بداية يتحسن وقت اللي ما عاش نحكيه على المشاكل المادية لنيد الافريقي ما عاش نحكيه على فيفا ما عاش نحكيه على برش حاجات إكسترا بنسبة الإدارة ندي الافريقي كي ولا مركز على الامور الفنية الامور بدأت تتطور الامور بدأت تتحسن ندي الافريقي رغم نقايص نوعا ما في بعض المراكز لكن ليكيب اللي ممشي البعيد وذي انت صار يعطيه جوان حخرين ان شاء الله تكون العودة القوية للافريقي ان شاء الله العودة القوية للأحمر والأبيض والمنافسة المعتدة من داعي بين الافريقي تبعد العملية وسامة الدراجي يلعب في وسط الميدان تتواصل العملية لسالح النادي الافريقي واحد اثنين بين الدراجي وغاز العيادي شوفوا الكورة بعدها وين العفض فرصة شديدة للافريقي زهير الزوادي كان قريب من افتتاح النتيجة بعد تحذير ممتاز يعني يكون على تبق من اسامة الدراجي كيف معودنا زهير الزوادي على بعد بعض السمتيمترات من مغالطة الحارة جمال سالم كاو ذي مهمة تقايق اني بشتحقوا فيهم زهير تقول زهير باللكسبرين سنتيه يحاول يقتل الكورة بشيخه الكورة الكثير يحاول يقتل المباراة مباراة بروناب المباراة في يد النادي الافريقي يظهلي بشتعاود لموسم الفهر تشاكيب بمانو النادي الافريقي كان فيز بكيس وده ومع تمرت بثانية خلته يمشي لدول المجموعات وتأهلوا اليوم في ربيت الأبتال موسم ذي زهد كيف كيف ندي الافريقي يبدأ بصعوبات يعود يرجع من بوابة البطولة من بعد صعوبات أخرين يرجع في مباراة كيما اليوم ممكن تعطيه جوانح أخرين وتخليه يعمل موسم متميز وذي يكون يتمنى وجميل الافريقي الافريقي عنده فريق كبير عنده شعب عنده جميل وراه وذي متأكد في عديد المباراة هذه ضربة جزائية أكيد بشي سفر ضربة جزائية وإذا كان يسفرش نقطة كيف نهدي أشبش يسفر الحكام ما لقى حتى شي ضربة جزائية لصالح الفريق الهلالة السودانية إعادة فارس عبدالله مأمون وزع والكورة كانت رأسية لمست في اليد الأمانة من بخيت كانت رأسية إعادة فارس عبدالله مأمون في التوزيع شوفوا باللسار لعب عمل المباراة كبيرة اللي حكينا عليه اللي حكينا عليه أنت أثليت أنت على مجهوده الكبير اللي كنا لمست للأمانة في يد بلال العيفة اليد اليمنى الحمد لله أنا جاد في خمسة تسعين دقيقة لعب يعني في دقيقة تسعين زائد خمسة ضربة جزائية ليلة السودانية والالية الوحيدة كانت موجودة اللي للسوداني شاكيب قلنا اللي للسوداني الفريق ضعيف ما عندهش آليات لكن آليه الوحيدة اللي كانت هو عبدالله اللي قاعد يقوم بعمل مباراة طيبة وطيبة جدا حتى تشوف التوزيع اللي كانت وراء الضرب الجزائية هو كان موجود الحمد لله يا رب يجيتنا في دقيقة خمسة وتسعين إن شاء الله شار فيعمليك بلواقي كامل مباراة الكبيرة اللي عملها لما لا يعمل تصدي التصدي بالنسبة لي هو يعطيه أكثر ثقة مباراة بالنسبة لي أنا انتهيت شاء الله نادي الافريقي يكون في دور المجموعات وذلك متوقع وخير كنا خير من هلال السوداني على جميع المستويات اليوم واللي بشيت ولا تنفيذ ضرب الجزائية هو شارف الدين شايبوب خذ مكان دقيقة ثانين في مباراة الذهاب وعوض حامل قميس رقم 23 نصر الدين عمر أحمد أمامنا شارف الدين شايبوب حتى لو كان جاء الهدف الافريقي تأهل بإذن الله شايبوب نفذ برافو 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 يا سيف لكن الكرة دقلت رغم المجهود الكبير برافو بشيء في اتجاه الكرة لمس الكرة سيف الدين الشرفي لكنها تزاوز تخطى المرمى هدف مقابل لشيء لصالح الهلال السوداني ممتاز سيف الدين الشرفي يا نيس كيفاش تتبع الكرة مشيء في اتجاه الكرة لمسها لكن قوة الكرة هي اللي خلاتها تدخل شباك النادي الافريقي واحد بلاش الهلال السوداني لكن أموره الحمد لله حسمت في هذه المباراة بنسبة لي أنا حسمت معتها رغم الهدية اللي كانت موجودة كان القارة وعطاه مكثر معتها لكن النادي الافريقي كانت مركز المليح معتاش كيف ما قلت لك معتاش شاكيب معتاش الفرصة لحكامها شوف 95 أكد لك أنه بجزي دقيقة ودقيقتين بيش نوليك سوء النية تحكم هذي نمو يزفر 96 دقيقة لعب ولا نمو يزفر بعد كورة ذي ما عندوش عليش ما يزفرش لكن بشي دعطيهم أكثر فرص النادي الافريقي لكباب الحمد لله كنا خير منها مع جميع المستويات وذي الانتصار والترسح هاو سفر الحكم هاو سمعك شتحكي سفر الحكم البورندي نما نهاية المباراة وتأهل النادي الافريقي للدور القادم مبروك مبروك ألف مبروك للافريقي هذا التأهل لدور المجموعات من مستباقة كأس ربيط الأبطال في الأثناء قاعدين يشاهدوا في إعادة لضربة الجزاء الممنوحة للهلال السوداني الافريقي يعود بورقة التأهل يتحدى الجماهير يتحدى الاستفزازات يتحدى كل ما سبق المباراة في السودان ويعود بورقة التأهل بعد أداء ممتاز بعد أداء فيه إذكاء كبير وإذهاء كبير من الإطار الفني وجرين توحي سيمة كبيرة من الناعبين أكيد مبروك للشعب الافريقي كل عائلت النادي الافريقي كل يستحقوا أن تصارك من هذه بالنسبة لأن المباراة معنا انت عبتال اليوم نادي الافريقي العب دهاء تكتيكي كبير كانوا إذكيين فوق الميدان ضيقوا المساحات اليوم رغم الظروف الصعبة متاع النادي الافريقي ورغم الصعوبات اللي يحكيين عليها الكل النادي الافريقي يمشي للسودان في مباراة الموسم بالنسبة لي يقتلع عن تسار أمامه نفس الحق للأمان ريته متواضعة اليوم لكن الحب نثني يزيد على اللاعبين النادي الافريقي اللي عموا مباراة ممتازة مباراة طيبة النادي الافريقي يستحق دور المجموعات بعد 22 سنة نوعا ما برشا على أحباء النادي الافريقي يرجع من بوابة كما قلت لك أنا الهيلة للسوداني اللي موجه فريق سهل في السودان بالذات مبروك على عائلة النادي الافريقي كل وإن شاء الله قدم أفضل فريق كبير اسمه النادي الافريقي وإن شاء الله أيضا أنيس وفد الأفريقي وجماهير اللي واكبت هذه المباراة يرجعوا إلى أرض الوطن العزيز سلامات شاء الله يرجعوا لباس وإنها خرجت دون ورقة العبور لدور المجموعات والاستحقاق كان للأفريقي ألف ألف مبروك للأفريقي ولكونة القدم التونسية مبروك مرة أخرى لنجم الساحلي النادي السفيقسي إن شاء الله مزيد من النجاحات لكل الفرقة التونسية مشاهدين على القناة الوطنية الأولى أجمل تحيات أنيس العياري وشاكيب نخويدي في هذه المباراة نلتقي في معايد رياضي قادمة إن شاء الله